اشتركوا في القناة لا يخفاكم إخواني وأخواتي وهذا أمر لا يحتاج إلى برهان ولا إلى دليل أن بين بني آدم وبين الشيطان معركة منذ الأزل وهذه المعركة لم تنتهي ولن تنتهي لماذا؟ لأن الشيطان أعلن العداوة منذ أن أكفره الله عز وجل ولعنه وطرده قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ثم ذكر الله عز وجل عن الشيطان بأنه يستعمل ويتخذ وسائل شتى في إغواء بني آدم وإضلاله ولذلك الله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوه لاحظوا هذه الآية أخواني وأخواتي أن الله تعالى أولا قال إن الشيطان لكم عدو والله جل وعلا الذي خلق الشيطان وخلق الإنسان بيّن لنا بأن هذا الشيطان عدو ثم قال جل وعلا فاتخذوه عدوه أعتقد ليس هناك أحد على وجه البسيطة لا يعلم بأن الشيطان عدو المشكلة أين؟ في اتخاذه عدو هنا الخلل عند أغلب الناس ولذلك الشيطان له من الحيل له من الخدع له من المسارب له من المسالك الشيء الذي يخدع فيه كثير من بني آدم ولذلك خدع آدم عليه السلام حينما قاسمهما إني لكم لمن الناصحين فدلهما بغرور وقال ما نهاكم ربكم عن تلكم الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين فهنا دخل عليهما من هذا الباب الخطير ولذلك أخواني وأخواتي معركتنا مع الشيطان ما يمكن أن تنتهي يعني قد تكون معركة بين بني آدم تنتهي إلى سلم تنتهي إلى صلح بل قد تنتهي إلى محبة أو تنتهي على أقل تقدير إلى مهادنة يعني كل يكف شره عن الآخر لكن الشيطان يأبى الشيطان عدو للإنسان و سبذل و سيبذل كل حيلة و يصنع كل وسيلة لإغواء بني آدم يعني حينما أذكر هذا الأمر و أدخل فيه إلى الأسرة أبيّن بأن الشيطان أشد ما عليه قضية تماسك الأسرة و لذلك جاء في الصحيح أن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يبعث جنوده فيأتونه يعني يرجعون بعد مهمة غاية في الخبث و السوء مثل ما يقولون يعطونه عمل اليوم ماذا فعلت؟ يقول ما زلت به حتى شرب الخمر يقول الآخر ما زلت به حتى سرق ما زلت به حتى زنى ما زلت به حتى ك... فيأتي شيطان من شياطين يقول ما زلت به حتى طلق امرأته فيقول أنت أنت يأخذه بالأحضان و هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الشيطان حريص على قضية تفكيك الأسرة وتدمير الأسرة و أن الأسرة يعني هدم هذه الأسرة يكون من خلال إفساد العلاقة بين الزوجين إذا أفسد العلاقة بين الزوجين و حصل الطلاق انهدمت الأسرة كما ينهدم هذا البرج أو هذا البنيان مرة واحدة ولذلك الشيطان حريص ولن يعني يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يدمر هذه الأسرة و هذا قول الصادق المسلوق صلى الله عليه و آله وسلم والمقصود إخواني وأخواتي بأنه من المهم جدا أن يكون لنا انتباه إلى قضايا الشيطان و إضلال الشيطان لبني آدم و يأتي الشيطان الناس من كل باب و من كل طريق و يشم قلوب الناس و يتحسس ما الذي يرغب فيه هذا الإنسان ما هواه و يفتح له الطرق و يفتح له السبل و لذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز أفتتخذونه و ذريته أولياء من دوني و هم لكم عدو بئس للظالمين بدلة كيف يستبدل الإنسان الشيطان و ذرية الشيطان فيما أمر به الرحمن سبحانه و تعالى بئس للظالمين بدلة و المقصود إخواني و أخواتي أن المسلم ينتبه خاصة يعني الأسر تنتبه و لأجل هذا تكاثرت النصوص و تضافرت على أن الإنسان يحصن بيته و يحصن ذاته و أن يهتم بقضية سد منافذ الشيطان التي يدخل من خلالها على الأسرة و على البيت رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة و السلام فقال له أوصني قال لا تغضب قال أوصني يا رسول الله قال لا تغضب قال أوصني يا رسول الله قال لا تغضب لا تغضب لأن الشيطان يحضر عند الغضب الشيطان يحضر عند الغضب الآن لو أردنا أن نستقرأ أغلب المشاكل الأسرية تجد مثلا المشكلة هذه قد لا تستحق أن تأخذ مثل هذا الأمر أو الوضع لكن بسبب أن الإنسان ما استعمل الطرق الشرعية و الأساليب المرعية في قضية سد منافذ الشيطان وقع في مثل هذا الأمر الآن أغلب الطلاق إنما يصدر من غضب أغلب المشاكل بين الأولاد و بين آبائهم و أمهاتهم سببها الغضب أغلب الكلام الجارح الذي ربما يبقى جرحه لا يندمل هو بسبب الغضب و النبي عليه الصلاة و السلام أمرنا إذا غضب الإنسان أن يستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم أمرنا إذا غضب الإنسان و كان واقفا أن يقعد أو إذا كان قاعدا أن يضطجع لماذا؟ لأنك إذا غيرت حركة أو حالتك خففت وأطفأت من جمرة الغضب و لذلك الإنسان حال القيام أقدر على الفعل شوفوا الآن بعض الناس لما يغضب و هو واقف يضرب مثلا أو يقتل والعياد بالله لكن لما يجلس بدأت تضعف جمرة الغضب لما يضطجع ينتهي هذا كله هذا إرشاد من النبي عليه الصلاة و السلام العلماء يقولون حتى لو توضأ أو اغتسل هذا يذهب عنه شيء كثير جدا المقصود إخواني وأخواتي بأن نحن في معركة مع الشيطان و الشيطان ضعيف متى حينما يواجه أهل الإيمان كل مكائد الشيطان تتحطم على صخرة الإيمان التي عند الناس لكن متى ما أن استسلم الإنسان لمثل الوسوسة و لمثل الغضب طبيعي جدا أن يجد الشيطان مكانا له في هذا البيت يعبث فيه و ربما دمر البيت بأكمله و لذلك علينا أن نكثر من الاستعادة بالله تعالى من الشيطان الرجيم و أن نعرف مسارب و مداخل الشيطان حتى نسدها و سدها يكون بتقوى الله و بذكر الله و بالاستعادة و بأيضا العمل الصالح الحديث له بقية لكن إن شاء الله ألتقيكم في اللقاء القادم على خير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر